الخطبة السابعة والأربعون بعد المئة من نهج البلاغة الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان أقرأ منها ما جاء مذكوراً في الصفحة السادسة والأربعين بعد المئة فلا تنفر من الحق نفار الصحيح من الأجرب لماذا؟ لأن الحق مر لأن الحق ثقيل لكن عاقبته حلوة هنيئة مريئة مريحة مشرفة مضيئة بخلاف الباطل الذي يكون خفيفاً وحلوان ولكن عاقبته ثقيلة وبيئة قميئة وسخة مظلمة متعبة مقرفة على حد سواء في الدنيا والآخرة وبغض النظر أكان الإنسان يحاسب عليه أم لم يحاسب وكذلك فإن الحق مثلما حدثتكم عن عاقبته يعيش الإنسان معه بتلك المعاني بغض النظر أكان الإنسان يجازى عليه خيراً أم لم يكن ذلك فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري الباري الذي لا مرض فيه ولا مرض عنده والباري من ذي السقم واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه هناك كثيرون ينفرون الناس من قناة القمر لماذا؟ لأن قناة القمر يخرج فيها هذا المهسوني يقصدونني وإنه ينتقص من المراجع الكلام هنا هذا الانتقاص من المراجع حق أو باطل هذا هو الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم الذي يصل إلى مسامعي من أن مشايخ السنة يقولون لشباب السنة أن لا يتابعوا هذه القناة بعدما كانوا يأمرونهم بمتابعتها حينما كنت أتحدث في موضوعات تخص الشيعة فقط لكن حينما قادتني الموضوعات للحديث عن السنة قاموا بنفس الدور الذي يقوم به شياطين النجف وكربلة بمنع الناس بالنسبة لي لا يفرحني هذا ولا يحزنني الذي يفرحني أنني أقوم بواجبي ولا يفرحني أوافقني الناس أم خالفوني الذي يفرحني حينما أؤدي عملي بصورة صحيحة حينما أتقن المطالب هو هذا الذي يفرحني فهذه وظيفتي إنني أديت وظيفتي الآخرون يقبلون كلامي يرفضونه تلك مشكلتهم ما هي بمشكلتي لو كنت أعبأ بالآخرين لما جلست هذا المجلس ولما تحدثت بهذه الجرأة ولما بيّنت هذه المطالب الخطيرة على المستوى الشيعي أو على المستوى السني فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه هذا هو المنطق الذي سيتبعه إمام زماننا في نبش قبري الرجلين هذا هو المنطق الذي سيتبعه إمام زماننا في المحاكمة المهدوية العالمية وإلا لن يستقيم واقع الحياة ولن يصل العدل إلى الجميع ما لم توضع النقاط على الحروف وما لم يشخص أهل الباطل ويشخص أهل الحق واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه أقول للذين يطلبون مني دائما ألا أتحدث عن معايب المراجع وإن كانت حقيقية وإنما أعرض حديث أهل البيت أقول لهم إنكم أغبياء وشياطين في الوقت نفسه ومن أنكم حمير حمير للشيطان إنني بايعت في بيعة الغدير على منطق علي مثل ما قال لي رسول الله هذا علي يفهمكم بعدي موازين التفهيم عند علي في المنطق العلوي الشريف هي هذه هكذا تدرك الحقائق وهذا هو منطق القرآن هذا هو منطق القرآن في الآية السادسة والخمسين بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة قد تبين الرشد من الغي كيف ذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم في صام لها كيف يكفر بالطاغوت إذا لم يكن عارفا بالطاغوت وشؤونه وتفاصيله فبعد أن يعرف شؤون الطاغوت سيكون كافرا بالطاغوت وبعد كفره بالطاغوت سيؤمن بالله وتلك هي كلمة التوحيد لا إله هذا كفر بكل الآلهة إلا الله هذا إيمان بالله هذه هي كلمة التوحيد تبدأ بالنفي تبدأ بالكفر أننا نكفر بكل الأهلهة ثم نستثني إنه الإيمان بالله قد تبين الرشد من الغي كيف ذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لم فصام لها هذا هو منطق علي في نهج البلاغة الشريف وهو منطق قرآنه واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه لن تدركوا الدين الزهرائية ما لم تعرفوا الدين البترية اللعين لن تستطيعوا أن تشخصوا العقيدة اليمانية الزهرائية المهدوية من دون أن تشخصوا العقيدة الطوسية المرجئية البترية واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه ولن تستطيع البشرية أن تتمسك بدين محمد صلى الله عليه وآله الذي هو دين عترته حتى تعرف حقائق الصحابة حتى تعرف الافتراء والكذب الذي قام به الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وبعد ذلك أئمة المذاهب العباسية وإلى يومنا هذا إلى المؤسسات الدينية السنية المعاصرة وإلى زمن الظهور الشريف إن لم تعرف ذلك لن تصل إلى الحقيقة وإن لم تعرف البشرية ذلك لن تصل البشرية إلى الحقيقة والحق ولذا فإن أول خطوة في المحاكمة المهدوية العالمية أن يقوم الإمام بنفسه بنفس قبريهما هذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير إنه المنطق القرآني المحمدي العلوي الزهرائي الواضح الصريح فلا تنفر من الحق هذا الذي سيقوم به إمام زمانكم هو الحق بعينه فما لكم تنفرون منه فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ إذن لا بد من كشف الأمور بشكل كامل وهذا يجري في زمان الغيبة حينما نريد أن نمهد لإمام زماننا لا بد أن نشخص البتريين الذين يقفون مانعا شديدا أمام التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم لا بد من كشف حقائق هؤلاء الشياطين وهذا هو الذي أقوم به يعجبكم ذلك لا يعجبكم لا أعبأوا لا بإعجابكم ولا بعدم إعجابكم وأذهبوا إلى الجعيم أذهبوا إلى الجعيم بإعجابكم أو بعدم إعجابكم هذه وظيفتي أنا أؤديها ولا أبالي بكم واعلموا واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه إذا لم تكشف لكم حقائق التفاسير النجسة لمراجع النجسة وكربلاء كيف ستدركون حقائق القرآن بحسب دين العترة الطاهرة ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه فالتمسوا ذلك من عند أهله توجهوا إلى إمام زمانكم أن يوفقكم فالتمسوا ذلك من عند أهله العترة الطاهرة فإنهم عيش العلم وموت الجهل أما مراجع النجسة فإنهم موت العلم وعيش الجهل وهذا هو الواقع الموجود على الأرض وصدقوني فإن أصحاب العمائم في النجف من الطلاب والأساتذة وأنا متأكد بشكل قطعي من أنهم يتابعون برامجي والآن هم يتابعون هذه الحلقة يتفقون معي فيما بينهم وبين أنفسهم فيما بينهم وبين بعضهم إذا كانوا يثق أحدهم بالآخر وإلا فإنهم في الأعم الأغلب كل شخص يعمل جاسوسا لمرجع من المراجع وبعضهم يعمل جاسوسا لأكثر من مرجع فهناك جواسيس السستاني وهناك جواسيس بشير النجفي وهناك جواسيس إسحاق الفياض وهناك جواسيس محمد اليعقوبي وهناك جواسيس الحكيميين وهناك جواسيس الشيرازيين يتجسس بعضهم على البعض هم يسمعون أنهي الآن ويعرفون هذه الحقيقة لكن حينما يثق بعضهم ببعض وهذا قليل جدا في أجواء النجف هذا قليل جدا في أجواء النجف وكربلاء فإنهم يظهرون إيمانهم الكامل بهذه الحقائق لكنهم لا يتحدثون بهذا حتى إلى أبنائهم حتى إلى عوائلهم يريدون من أبنائهم أن يبقوا على الدين الديخي لماذا؟ حتى لا يصل إلى مسامع المراجع من أن أبناء فلان من المعممين صار زهرائيا مثلا صار يتابع قناة القمار هذا هذا سيؤثر هذا سيؤثر على مدخولات جيبه هذه هي الحكاية هذه هي الحكاية سود الله تعالى وجوهكم فالتمسوا ذلك من عند أهله من العترة الطاهرة فإنهم عيش العلم وموت الجهل هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم أما مراجع النجف يخبرنا حكمهم عن جهلهم فحينما يصدرون الفتاوى بإنتاج أبناء الحرام وأبناء الزنا عبر التلقيح الصناعي يخبرنا هذا عن جهلهم وعن تفاهتهم وعن سخفهم وعن حقارتهم وحينما تصدر أحكامهم بأن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة وحتى في المندوبة يبطل الصلاة يخبرنا هذا عن نجاستهم وعن نصبهم وعن قذارتهم وعن بتريتهم أما آل محمد هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم هناك ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن مثل ما حدثتكم قبل قليل من أن الظاهر يؤدي إلى الباطن ومن أن الباطن هو أساس الظاهر ومنبعه الأصيل هؤلاء هم آل محمد فإنهم عيش العلم وموت الجهل بينما البتريون ماذا حدثنا أمير المؤمنين عنهم أيضا في نهج البلاغة الشريف في الصفحة الثامنة والسبعين من الخطبة السابعة والثمانين حيث يقول وآخر قد تسمى عالما وليس به إنهم مراجع النجف وكربلا إنهم آيات الشيطان العظمى إنهم نواب إبليس في النجف وكربلا وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال إلى أن يقول أمير المؤمنين فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان هؤلاء مراجع النجف إنهم موت العلم وعيش الجهل الدليل أنهم أنكروا أكثر من خمسة وتسعين بالمئة من أحاديث العترة فأمات العلم وجاءوا بقذارات نواصب سقيفة بني ساعدة ورفعوا شأن ذلك فصار الجهل هو المتسيد ولذا فإنهم موت العلم وعيش الجهل فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الأحياء هؤلاء موتى العلم بينهم ميت والجهل بينهم حي ماذا نقرأ في سورة الأنعام في الآية الثانية والعشرين بعد المئة بعد البسملة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ماذا تقول العترة في قرآنها هذا هو الكاف الشريف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة السابعة بعد المئتين إنه الحديث الثالث عشر بسنده بسند الكليني عن بوريد هذا بوريد ابن معاوية العجلي من أصحاب الأئمة المعروفين عن بوريد قال سمعت أبا جعفر إنه الباقر صلوات الله عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ في الناس فقال ميت لا يعرف شيئاً منطق واحد منطق واحد آيات الكتاب مع أحاديث الكافي مع خطب أمير المؤمنين مع المنطق السليم مع مضمون بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي هذا هو البناء الكامل الذي يحقق معنا حياة العلم حياة العلم وموت الجهل فقال ميت لا يعرف شيئاً ونوراً يمشي به في الناس إماماً يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال الذي لا يعرف الإمام إنهم مراجع النجف الذين يعدون معرفة الإمام من فروع الدين ويقولون بحسب فتاواهم من أن الذي ينكر الصلاة يخرج من الإسلام أما الذي ينكر الإمامة فإنه لا يخرج من الإسلام هذه فتاوى مراجع النجف هذه فتاوى الخوئي فتاوى محمد باقر الصادر هذه فتاوى السستاني فتاوى إسحاق الفياض فتاوى بشير النجفي فتاوى محمد الشيرازي هذه فتاوى محمد رضا السستاني هذه فتاوى مراجع النجف وكربلاء أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارج منها هذا الذي في الظلمات ليس بخارج منها إنه الجاهل بمعرفة إمام زمانه فإنهم عيش العلم وموت الجهل هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق هذا هو دين العترة الطاهرة الذي لا هو بدين سقيفة بني ساعدة ولا هو بدين سقيفة بني طوسي نذهب إلى فاصل